مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم قبنا لكم فيديو لكن الفيديو شوي متأخر والسبب الاقوال اللي نمر بها في السلطنة فقلت استغل هذا الوقت او هذا التأخير باني اسوي تغيير لرمضان فبدل لا يكون الموعد الفيديو ساعة اربعة بتوقيت السعودية بيكون الساعة السبعة بتوقيت السعودية بحيث انه يكون في ساعات الليل وليس في ساعات الصيام اتوقع ان هذا الشيء افضل مرة ثانية اسألكم اذا كنتوا تريدوا ديسكورد خاص بالقناة فتمنى انكم تكتبولي في التعليقات عشان تتبادلوا اليوزرات وتلعبوا مع باقي المتابعين هذا الفيديو اليوم بتكلم فيه عن افضل بلد بالنسبة لي لسفينة البريغنتين السفينة السادسة اتوقع او الخامسة لو تشوف من هنا من عند بنا السفن تقريبا السفينة الخامسة البريغنتين اللي هي السفينة السريعة السفينة اللي انا العب بها اللي هي هذه السفينة بريغنتين فترتيبها كم بيكون ثامنة فهذا البلد بيكون خاص بها وهذه السفينة من السفن يعني سفن الرامنج السفن اللي تقدر تدعم بها او تسطدم بها السفن الاخرى فنروح ونشوف ادارة السفينة ونشوف بالضبط ويش الاشياء اللي استخدمها طبعا احنا قريبين من الرامنج السفينة 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 اشتركوا في القناة 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 هذا الأثاث أنا أستخدمه في كل سفن صراحة فاستخدامه واقد واقد مفيد عندك في المكان الثالث تستخدم لك محطة تصفيح الحديد ليش لزيادة ضرر الاستدام بمقدار 25% تذكروا في البداية قلت لكم أنه هذا السفينة خاصة بالاستدام لذلك أنا نستخدم هذا طبعا هو مكتوب له level 1 فأتوقع مع السيزنز القادمات أو مع التحديثات القادمة بينزلوا level 2 على مثلا 30% أو 50% يمكن أتوقع 30% ما بيكون 50% بس نختار هذا في الخانة الثالثة في الخانة الرابعة نختار مكان بارود المنقنيق نفس الشي لزيادة نطاق المنطقة التأثير من المنقنيق بمقدار 10% مثل ما قلت نستخدم منقنيق للقوانب يمين ويسار لذلك نحاول نقوّل منقنيق اللي نستخدمه أو نقوّل أسلحة اللي نستخدمها وعندنا في المكان الخامس نستخدم مصنع الهاون لفلون كذلك لزيادة مضاعف الضرر الأولي من مدفع الهاون بمقدار 19% فنفس الشي تزيد قوة ضربات المدفع الهاون اللي نستخدمه تذكروا أنه في النهاية أنتوا بتستخدموا اللوداوت الخاص بكم فلما تستخدموا اللوداوت الخاص بكم وتغيروا مثلا الهاون ما في أي يعني إذا كنت تستخدم الصاروخ أو كنت حبيت كل الكلام اللي أنا قلته بس الهاون ما ما بغيته تريد الصواريخ لأنه تضرب ضربات متى تالية لا تسوي مكان الأثاث الثالث مصنعها لأنك أنت أصلا ما تستخدم الهاون فخلكم ركزين على هذا الشي وهذه هي سفينتي طبعاً حاولنا بنزلكم بكرة أو بعد بكرة اللي هو قليتش لابست قليتش عدد لنهائي من صناريق لابست لذلك إذا كنتوا ما متابعين القناة أتمنى أنكم ضغطوا على زر المتابعة أتمنى أنكم ضغطوا على زر اللايك عشان تنشر القناة ونشوفكم في فيديو آخر والسلام عليكم